وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك فأما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني أوليس أول الخلق بأهوان علي من إعادته وهؤلاء الغالية مجمعون بين شتم الرب وتكذيبه وهكذا الغالية المنتسبون إلى هذه الأمة تجد أحدهم يغلو في قدوته حتى يكره أن يوصف بما هو فيه ويقال عليه الحق وهو مع هذا يقول في الله العظائم التي ما قالتها فيه لليهود ولا النصارى حتى يقول إن الله موصوف بكل ذنب وكل عيب كما هو موصوف بكل حمد ومدح وأنه هو إبليس وفرعون والأصنام أعوذ بالله وهذا قول من؟ قول الاتحادية أهل الوحدة والوجود الذين يقولون كل هذا الكون هو الله فهو متعدد في العين وواحد في الحقيقة والواقع متقدم لنا بيان بطلان قولهم وسوء ما ذهبوا إليه في قراءتنا لكتاب الفرقان ففيه الكفاية إن شاء الله لكن من سوء ما قالوه في الرب قالوا وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما ربنا إلا عابد في صومعه إلى هذه الدرجة من شتم الله وسبه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والمؤمن إذا سمع هذا يستعظم كيف يكون من هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام مثل هذه الأقوال لكن إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور أسأل الله السلام والعافية نعم والله سبحانه عاب على المشركين ما هو دون هذا حيث قال وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وذلك أنهم جعلوا صفوة أموالهم من الحرث والأنعام لشركائهم وجعلوا شيئا منها لله فقال الله جل وعلا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله لأنه لم يبتغى به وجهه ولم يقصد به وما كان لله فهو لشركائهم لأن الله عز وجل قد قال أنا أغنى الأغنياء عن الشرك أنا أغنى الأغنياء أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عامل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه فالله جل وعلا غني عن عمل هؤلاء الذين خلطوا في أعمالهم وهذا معنى قوله تعالى فهو يصل إلى شركائهم ثم قال ساء ما يحكمون أي قبح حكمهم وساء عملهم حيث فضلوا أصناء فضلوا معبوداتهم على الله أو أنهم ساءوا الله عز وجل ساءوا غير الله به سبحانه وتعالى نعم وقال وقال وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ الآية الأولى وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا سووا غير الله به هذا على المشهور في تفسير هذه الآية والآية الثانية فيها تفضيل معبوداتهم على الله عز وجل حيث إنهم جعلوا مسبة الله أهوا في قلوبهم من مسبة أصنامهم وكيف ذلك كيف ذلك حيث إنهم سبوا الله غضبا لمن لآلهتهم فدل ذلك على أن محبتهم لآلهتهم أعظم من محبتهم لله وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل في قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله نعم والمقصود أن الله عاب عليهم هذا فكيف مع أنهم لم يسووا به غيره من كل وجه بخلاف أولئك الذين نسبوا له الولد وجعلوا الولد إلها أن يسأل ويعبد ويصلى له وينذر ويصرف له كل ما لا يجوز صرفه إلا الله عز وجل نعم وهؤلاء يريدون وهؤلاء يريدون أن يقال في أئمتهم الحق ويقولون على الله الباطل ويرضون بأن يسب الله ويجتم ولا يرضون بأن يسب متبوع أحدهم على ما افتراه على الله ورسوله ذكر الشيخ رحمه الله فائدة جليلة في غير هذا الكتاب وهي أنه من سمات من غلى في عصمة الأنبياء أنهم أعظم الناس تكذيبا لأخبار الأنبياء ومخالفة لأمرهم وهذا واضح الذين غلوا من الجهمية والرافضة هم أشد الناس مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأشد الناس تكذيبا لخبره صلى الله عليه وسلم وهذا يدلك على أنهم لم يصدقوا في محبتهم وأنهم لما زادوا نقصوا في الحقيقة فمقتضى غلوهم في عصمة الأنبياء وأن الأنبياء لا يخطئون ولا يقع منهم خطأ لا في السابق ولا في اللاحق لا قبل البعثة ولا بعدها مقتضى هذا أن يقبلوا ما جاءوا به قبولا تاما قبولا للأخبار وعملا بالأحكام والواقع أنهم أعظم الأمة وأشدها مخالفة للأنبياء ولمن غلوا فيهم في الأمرين في الأخبار تكذيبا وفي الأعمال مخالفة ومعصية بل ولا يرضون أن يقال فيه الحق أو أن يضاف إليه خطأ جائز عليه وواقع منه وقال تعالى حكاية عن الخليل عليه السلام وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كان المشركون يخوفون المؤمنين بآلهاتهم ويقولون إنكم إذا لم تتخذوها شركاء وشفعاء فإنها تضركم فأنكر الخليل عليه السلام وقال وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا أي كيف أخاف ما تدعونه من دون الله وهو لا يضر ولا ينفع إلا بإذن الله وأنتم لا تخافون الله حيث أشركتم به فجعلتم له أندادا فأعدلتموهم به تدعونهم من دونه وتخافونهم وترجونهم وهو لم ينزل بذلك عليكم سلطانا وهو الكتاب المنزل من السماء فأي الفريقين يا حق بالأمن إن كنتم تعلمون وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم وهذا باب يطول وصفه وإنما المقصود التنبيه علي إذا عرف هذا فقد اتفق سلف الأمة وإمتها وجميع الطوائف وجميع الطوائف الذين لهم قول يعتبر أن من سوى الأنبياء ليس بمعصوم لا من الخطأ ولا من الذنوب سواء كان صديقا أو لم يكن ولا فرق بين أن يقول هو بمعصوم من ذلك أو محفوظ من ذلك أو ممنوع من ذلك قال الآئمة قوله ها يحسن من بمعصوم طيب فرغ الشيخ رحمه الله في قوله وهذا باب يطول وصفه أي تقرير ما يتعلق بإسمة الأنبياء فرغ منه وقال هذا باب يطول وصفه أي شرحه وبيانه وما تقدم فيه كفاية وفيه وضوح تام لهذه المسألة والشيخ تناولها في مواضع عديدة من مؤلفاته منها كتاب النبوات ومنها منهاج السنة النبوية وأيضا تناولها في الفتاوى في عدة مواضع يقول وإنما المقصود التنبيه عليه يعني على أصل هذه المسألة لينتقل إلى ما يريد البناء عليه فيقول وإذا عرف هذا يعني إذا تستقر ما يتعلق بالأنبياء فقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف الذين لهم قول معتبر إلى آخره فما الذي استقر عندنا ما الذي عرف فيما يتعلق بإسمة الأنبياء الذي عرف أن الأنبياء معصومون عن الإقراء على المعصية الأنبياء معصومون من أن يقر على معصية وهذا لا إشكال فيه فإن الله عز وجل ما ذكر ذنبا لنبي في كتابه إلا وذكر توبته وهذا يدل على أي شيء على أنهم معصومون عن الذنب أو عن الإقرار عليه معصومون من الإقرار على الذنب لا من وقوعها فقد وقع ذلك في الكتاب والذين يقولون وقع ذلك أي ذكره في الكتاب والذين يقولون بعصمة الأنبياء يتكلفون في الجواب عن قوله تعالى على سبيل المثال فعصى آدم ربه فغوى ويتمحلون في الجواب بما يقول في الحقيقة إلى كونه تحريفا للكلم عن مواضعه فيقولون هذا محمول على النسيان هذا محمول على الغفلة ويأتون بأنواع من الأجوبة متهافتة لا تستقيم مع دلالة النصوص والجواب المسدد الذي عليه سلف الأمة وأئمتها وأكثر أهل العلم على اختلاف طوائفهم أنهم معصومون من الإقرار على الخطأ هذا فيما يتعلق بالذنوب أيضا هم معصومون من مواقعة ما يخالف المرؤة وهم معصومون أيضا من الكذب وأما ما يتعلق بالتبليغ فهم معصومون عن أن يقع منهم شيء من الخطأ فيما يبلغونه عن الله فإن الله جل وعلا قد حفظهم من ذلك هذا ملخص ما ما تقدموا سيأتي بعض في بعض في بعض كلام الشيخ ما عادة تقرير لهذا الأمر نعم أما من سوى الأنبياء فاتفق سلف الأمة وأئمتها وجميع الطوائف الذين لهم قول معتبر يعني يعتد به أن من سوى الأنبياء ليس من معصوم لا من الخطأ ولا من الذنوب سواء كان صديقا أو لم يكن ولا فرق بين أن يقول هو معصوم يعني أن يقول القائل هو معصوم أو هو محفوظ أو ممنوع من ذلك يعني سواء سمى العصمة حفظا أو سمىها منعا أو سمىها صيانة أو غير ذلك من الأسماء هم متفقون على أنه يقع منهم الخطأ نعم قال الأمة رحمهم الله تعالى كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب لماذا عدل الشيخ رحمه الله عن مثل قوله صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون وهو في الدلالة أعلى من قول الأمة لأنه قول النبي صلى الله عليه وسلم ها لماذا عدل لأنها لأن الحديث عام لأن الحديث عام وهو يريد أن يستدل على معصية من دون الأنبياء والحديث يشمل الأنبياء كل ابن آدم يشمل الأنبياء والرسل والشيخ رحمه الله يريد أن يقرر قول السلف في من دون الأنبياء ولذلك قال نقل قول الأئمة لا على وجه الاستدلال بل على وجه التقرير لما عليه أهل السنة والجماعة وإلا فالاستدلال سيأتي كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان كل أحد يأخذ من قوله ويترك دل ذلك على أن أن في قوله حقا وباطلا صوابا وخطا وهذا ما يخالف فيه من يرى عسمة من دون الأنبياء نعم فإنه هو الواجب فإنه هو الذي أوجبه نعم فإنه هو الذي أوجب الله على أهل الأرض الإيمان به وطاعته بحيث يجب عليهم أن يصدقوه بكل ما أخبر ويطيعوه في كل ما أمر وقد ذكر الله طاعته واتباعه في قريب من أربعين موضعا في القرآن في طاعة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وهذا استدلال للاستثناء الذي ذكره الأئمة في قولهم كل أحد يأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله فدليل ذلك أن الله أوجب طاعته وذكر اتباعه في موضع عديدة من القرآن يقول الشيخ في قريب من أربعين موضعا في القرآن نعم كما قال كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وقال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا إلى قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال تعالى والله ورسوله أحق أن يرضوه وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وطاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم هي عبادة الله التي خلق لها الجن والإنس فهي غايتهم التي يحبها الله ورسوله ويرضاها ويأمرهم بها وإن كان قد شاء من بعضهم ما هو بخلاف ذلك وخلقهم له فتلك غاية شاءها وقدرها وهذه غاية يحبها ويأمر بها ويرضاها والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع والعبادة لله أن تجمع غاية الحب له بغاية الذلل فكل خير وكل كمال ومقام وحال قرب إليه ونحو ذلك مما يحمد من العباد ويطلب منهم ويرضى لهم فهو داخل في طاعة الله ورسوله أو مستلزم لذلك ولهذا اتفقت الأمة على أنه معصوم فيما يبلغه عن ربه فيما يبلغه عن ربه تبارك وتعالى فإن مقصود الرسالة لا يتم إلا بذلك بل عدم الإقرار بهذا يختضي نقض الرسالة ولذلك اتفقت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إنه وإلا وحي يوحى في وصف ما يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان الخطأ يتطرق إلى تبليغه فإن هذا ينقض الرسالة ويبطل المعجزة يبطل المعجزة وينقض الرسالة ولذلك أجمعت الأمة على أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن ربه تعالى وكل ما دل على أنه رسول الله من معجزة وغير معجزة فهو يدل على ما قال صلى الله عليه وسلم فإني لن أكذب على الله وقد اتفقوا أنه لا يقرر هذا يدل على أن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم لا تنحصر فيما يسمى بالمعجزات بل حتى في غير المعجزات من حاله وشأنه صلى الله عليه وسلم ونصر الله له ما يدل على صدقه وقوله من معجزة هذا فيه جواز تسمية الآيات التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم دالا على صدق خبره أنها تسمى معجزات وإن كان القرآن لا يسميها بهذا الاسم إنما يسميها آيات وهذا غالب كلام الشيخ رحمه الله وغيره يطلقون عليها الآيات لكن في استراح المتأخرين يطلقون المعجزة على الآية وأيهما أبلغ أو أصدق في موافقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم آية ومعجزة الآية لماذا؟ لأنه اللفظ الذي تكلم به الله جل وعلا هذا واحد ثانيا أن المعجزة تكون من غير النبي أما الآية فلا تكون إلا للنبي فالمعجزة تكون من الساحر وتكون أيضا من الولي يعني تجري على المعجزة هي الأمر المعجز الخارق للعادة فيكون هذا من غير الأنبياء بخلاف الآيات فإنها لا تكون إلا من الأنبياء ولذلك الاستعمال الصحيح والصواب أن تسمى هذه البراهين والدلائل الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم مما خرق العادة وخرج عنها إيش؟ نسمى آيات لمعجزة ولكن إذا جرى الإنسان في مثل هذا على الاصطلاح الدارج والمستعمل فإنه لا حرج عليه ولا يعد بذلك مخالفا للصواب نعم للصواب نعم للصواب